شكرا لأزميلة مدى ونبدأ أحمد في مواضيعنا المختلفة بهذا اليوم يتزايد النشاط العمراني في العراق على حساب المساحات الخضراء في العاصمة بغداد حيث اختفت أراضي زراعية وتحولت إلى سكنية وتجارية سونيا تسبب الزحف العمراني في قطع الأشجار مساحات مقصصة لزراعة النخيل ما ينعكس سلبا على البيئة وأيضا يزيد من تلوث الهواء وتغير المناخي هل ستختفي المساحات الخضراء من العاصمة العراقية بغداد سؤال يطرحه الخبراء كثيرا بعد أن برزت خلال الأعوام الماضية ظاهرة تجريف البستين في بغداد وتحولها إلى أراضي مهيئة للسكن من خلال مد أنبيب المياه والمجاري وتبليط الشوارع فضلا عن مد شبكة كهربائية متكاملة بمساحات تبدأ من خمسين مترا حتى مئتي متر حسب الحاجة وفي ظل أزمة السكن كشفت الأرقام الرسمية عن اجتياح التصحر للعراق بنسبة تسعة وثلاثين بالمئة وبحسب مختصين فإن الحكومة والجهات المعنية مطالبة بإيقاف التغيير في جيولوجية المنطقة التي ستكون بؤرة جديدة للتغير المناخي في العراق بحسب قول الخبراء وفقا لتقديرات منظمة الأغبية والزراع الفاو التابعة للأمم المتحدة فقد باتت مساحة الغباث في العراق لا تشكل سوى ثمانية آلاف ومائتي وخمسين كيلو مترا مربعا أي ما نسبته اثنان بالمئة من إجمال مساحة البلاد أما أصحاب المكاتب العقارية قالوا إن الحكومة غير قادرة على إيقاف الزحف العمراني صوب الأراضي الزراعية كونها غير قادرة حتى الآن إيجاد الحلول للأزمة السكنية سواء بتوزيع أراض أو السيطرة على أسعار العقارات الخبراء رأوا أن الحل لهذه المشكلة تقتضي ببناء مجمعات بناؤها عمودي الأمر الذي سيوفر مساحات خضراء وسيقلل من العشوائيات المعمارية التي تعاني منها البلاد نضم إلينا من بغداد أيمن قدوري الخبير البيئي وعضو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة أيمن أهلا بك معنا في صباح جديد إلى أين تذهب المساحات الخضراء في بغداد هل نحن أمام تلاشيها واختفائها تدريجيا بسبب الزحف العمراني؟ صباح الخير عليكم وشكرا على هذه الاستطافة صراحة موضوع مهم جدا أشكركم على تناوله لأن بغداد الآن تشهد الزحف عمراني سلبي وتوسع عمراني سلبي بأشكال وحشية صراحة مساحات الخضراء المحيطة ببغداد والتي المتضمنة ضمن التصميم الأساس للمدينة شارفت على الفناء خصوصا في الشمال وجنوب وشرق المحافظة سبب هذا التوسع هو عدم الالتزام بالتصميم العمراني للمدينة وهجر هذه العملية من تحديث لهذا التصميم خصوصا بعد عام 2003 حيث أن توقفت كل أعمال التحديث لهذا التصميم من عام 2003 لغاية 2017 هذه السنوات كانت سنوات نشاط الهجرة من الريف إلى المدينة أيضا يُعزى سبب هذه الهجرة هو لسببين الأول هو تدهور في القرارات الحكومية عدم غياب التشريع غياب السلطة التنفيذية حتى القضائية غابت في هذا المجال إضافة إلى التغير المناخي نحن الآن نشهد مراحل ومسارع كبير في مراحله طيب أيمن مع فضل هذه التغيرات المناخية الكبيرة أدى لارتفاع نعم صباح الخير أيمن عذرا عن المقاطعة في ظل هذه التغيرات ما يعانيه العراق من تغيرات مناخية إن كان في قلة الأمطار إن كان في موضوع المساحات الزراعية المساحات الخضراء في المدن كبغداد هذا الزحف العمراني لو ممكن تحدثنا عن التدعيات هناك تدعيات الأكيد على البيئة وأيضا تنعكس بشكل أو بآخر على المواطنين أكيد طبعا أكيد بالنسبة للتغير المناخي هو الآن يلعب الدور الأساس في عملية الهجرة بعد أن كانت الهجرة بسبب الحروب الآن الهجرة أصبحت بسبب التغير المناخي خصوصا في جنوب البلاد لاحظنا في السنوات الأخيرة جفاف الكثير من المسطحات المائية جفاف المساحات كبيرة من الأهوار التي كانت مستوطنات لسكان وقرى تبلغ بحوالي 1200 قرية لكن في تحديدا عيما عظرا في بغداد مع هذا الزحف العمراني وأيضا من يصف باختفاء المساحات الخضراء بشكل غير قانوني أو حتى كان بشكل نظامي أيضا نعم هذا أحد أسبابه هو الهجرة من القرى إلى المدينة وتحديدا بغداد بسبب توفر فرص العمل ناهيك عن استغلال الأراضي الزراعية من جهات متنفذة استقطاع الكثير من هذه الأراضي لبناء المنشآت الصناعية والأبنية بغرض استثمار بحث هذا ما ذكرت بالبداية خصوصا في جنوب بغداد نشهد الآن منطقة الدورة جنوب بغداد كانت على مفارقة لبغداد من حيث عداد أشجار النخيل في الوقت الحالي جرفت هذه البساتين وأصبحت عبارة عن مخططات لأبنية ومشاريع استثمارية عادة في كل المدن يعني حول العالم كل المدن توجد فيها مساحات خضراء على ملك الدولة أي تتصرف فيها البلدية وهذه المساحات مخصصة لحماية الطبيعة وحماية المدينة من التلوث وحتى على المستوى الجمالي هنا نتحدث عن زحف عمراني في المناطق الخضراء والمساحات الخضراء في العراق على ملك من هذه المساحات هذه الأراضي من يخول لهذه الشركات أو الشركات الاستثمارية أو حتى فيما يخص قطاع السكن من يخول لها أن تبني على هذه المساحات صحيح أراضي الزراعية صحيح بداية الأراضي في مساحات الخضراء في محافظة بغداد تقسم إلى قسميا مساحات الخضراء الزراعية صالحة للزراعة ومساحات أخرى غير صالحة للزراعة أو تكون ضمن التصميم الأساس كمناطق مفتوحة خضراء للأبنية المحيطة بها التجاوز أصبح الآن على المساحة الزراعية التي تعود ملكيتها للدولة والمساحات الأخرى التي وضعت ضمن التصميم الأساس للمدينة إذا نتناول الجانب الأول الدولة تمتلك الأراضي الزراعية حسب قانون 117 وقانون 35 التي تكون عائدة هذه الأراضي إلى الدولة تستثمر من قبل المواطن لكن بشرط أن تكون تحافظ على أشكالها كأراضي زراعية تستغل إلى أراضي زراعية في الوقت الحالي بسبب أزمة السكن وبسبب الهجرة كما ذكرت الهجرة من القرى للمدن وتحديدا بغداد بسبب توفر فرص العمل أو ممكن أن تولد بها فرص عمل أصبح التجاوز على هذه المساحات الخضراء الخاضعة للقانونين 117 و35 والفرق بين القانونين بالمدة القانونية للاستثمار هل هناك مراقبة لموضوع الأراضي الزراعية؟ تعلم جيدا بأنه يتم يتم إنشاء مباني سكنية على أراضي الزراعية وهذا مخالف للقانون من المسؤول؟ هل المسؤول هي وزارة التخطيط أم وزارة الزراعة في هذا الموضوع؟ تكملة للسؤال السابق والحالي هو رح يكون الجواب ضمني من أسباب تدهور هذا الواقع العمراني الآن هو تداخل الصلاحيات أمانة بغداد مسؤولة عن 14 دائرة ضمن بغداد لكن ما يحيط هذه الدوائر الأرباطعشية من ضمن صلاحية محافظة بغداد تداخل بين هذه الجهتين أدى إلى عدم تطبيق القانون بالمناسبة للعراق يمتلك قانون بيئي شرع عام 2019 قانون 27 متكون من 39 مادة اسم القانون هو حماية وتحسين البيئة جميع فقراته ومواده يعني من أروع الفقرات والمواد التي ممكن تشاهدها في قانون بيئي لكن للأسف هذا القانون لم تفعل فيه أي مادة من المواد ولم تطبق منه أي مادة بضمنها المادة 18 من هذا القانون تجرم عملية قطع الأشجار المعمرة التي تزداد عمرها عن 30 عام وليست هناك عقوبات يعني لا تصلت الحكومة عقوبات على من يقوم بهذه الجراء أم كما قلت يعني يجرم القانون البناء على المناطق الزراعية وقطع الأشجار هل هناك من يعاقب هل هناك عقوبات نعم ضمن القانون نعم هناك عقوبات لكن على أرض الواقع القانون أساسا لم يطبق القانون حدد بعقوبات تصل إلى الحبس وعقوبات أخرى مالية وتكرار هذه العقوبات شهريا يعني عقوبات ممكن أن تردع المتجاوز على المساحات الخضراء لكن القانون بمجمولة لم يطبق بالتالي هذا ما سبب التجاوز على المساحات الخضراء وانتهاك صراحة انتهاك حقوق الطبيعة لأن العراق الآن ضمن الخمسة الكبار بالنسبة للتغير المناخي نتمنى فعلا أن يسمت دارك هذا الموضوع لهذه المساحات الخضراء نعم يمكن أن تزعلان من اللي عم بيصير الابتسامة والله جميلة معنا يا أيمن على هذا الصباح شكرا جزيلا لك أيمن قدوري الخبير البيئي وعضو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يعني معذور عندما يتحدث عن موضوع كهذا صحيح يعني هو فعلا هي جراء في حق الطبيعة وفي حق جمالية المدن وكذلك منها حتى المواطنين أيضا بالضبط يعني هذا يتسبب في تلوث بيئي كبير يدور بصحة المواطنين ويغير شكل حتى عملية صحية للتنفس الطبيعي في المكان لا يتوجد بالفعل